نعم الآن يمكن القول بأنه لا يوجد خيار لدى نتنياهو سوى بإقالة درعي بعد القرار الذي صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية عشرة أعضاء مقابل عضو واحد فقط أيضا الحجج القانونية والبرهين التي عرضتها المحكمة العليا لا تمكن أعضاء الكنيسة من الالتفاف مثلا تغيير قوانين أو ما شابه من أجل الالتفاف على قرار المحكمة العليا يمكن القول بأن هذا الأمر فقط يزيد من حدة الأزمة الدستورية التي تتواجد بها إسرائيل الآن بمعنى أن السطر الأخير رغم بأن اليمين المتطرف فاز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة كان فوز حاسم حتى الآن لا يمكن القول بأن هناك استقرار سياسي في إسرائيل هناك أزمة دستورية كبيرة خاصة أن حين يتعلق الأمر بهجوم الحكومة على المحكمة العليا وكل منظومة تغيير الجهاز القضائي وقرار المحكمة العليا لا شك بأنه يزيد من حدة واشتعال هذه الخلافات ما بين الجهاز القضائي وما بين الحكومة الإسرائيلية الحالية الآن من حيث الخطوات المتوقعة كان من المتوقع أن يقيل رئيس الحكومة نتنياهو أن يقيل درعي من منصبه وزيرا للداخلية والصحة مساء هذا اليوم ولكن يبدو بأنه لن تكون هناك إقالة إلا بعد إيجاد حل لقضية درعي أو إعطائه كما يقال رزمة من أجل ترضيته ولذلك تقول المصادر بأنه ربما يؤجل تؤجل إقالة درعي حتى يوم الأحد بحيث يتم الإعلان عنها في جلسة الحكومة الأسبوعية التي تقام يوم الأحد الآن توجد هناك نقاشات متواصلة ما بين الليكود وحزب شاس وأيضا ما بين رئيس الحكومة نتنياهو ما بين رئيس شاس أريدرعي هناك مطالب لأريدرعي بأن يكون رئيس حكومة بديل هناك تحفظ من قبل نتنياهو على هذا الأمر لا شك بأن هناك وجهين لهذا التحفظ الأول بأن نتنياهو لا يريد من يشاركه منصب رئاسة الحكومة الأمر الثاني بأن الأمر أيضا قد يكون معقد من حيث إجراءاته القانونية داخل الكنيسة وأيضا داخل الحكومة في كل الأحوال هذه المشكلة الآن هي مشكلة نتنياهو هو المسؤول عن تعيين درعي وبالتالي أيضا عن إقالته هل ستشهد العلاقة بين الحزبين وما بين درعي ونتنياهو توترا على خلفية هذا الأمر سنرى طبعا في الأيام القليلة أو في اليومين القادمين الآن الحل بأن يقال درعي ويبقى عضوا للكنيسة عاديا هناك أيضا المصادر كانت مصادر سياسية كانت قد أخبرت الإعلام العبري بأن نتنياهو يحاول ترضية أريد درعي بأن يعينه مراقبا في الكابينات في المجلس الوزاري الأمني المصغر بحيث يكون له تأثير على قرارات الحكومة من القدس المحتلة مرأسلة الغد إيمان جبور شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة